طيب اليوم هنكمل بمباري حكينا شوي خلصنا الروت لوكس كيف نقسم روت لوكس حالا هنبلش وحجانا حكينا انه فكرة الروت لوكس بالديزان لالك كنترولر فعالا اذا عنا سيستم بنعمل كنترول اول ستاب اوكي نسوف اذا بكافينا احيانا بكل بكافي مثلا بحالات كتير اذا ما نتحكم بمطر ممكن بكافي طيب اذا بدنا مثلا نتحكم بالبوزيشن للمطر احيان كتير بكافي بدون اي شي تاني لانه بروبورشن الكنترول حتى اذا بتعرفوا اذا ما نعمل كنترول البوزيشن للموتور هو البوزيشن للموتور از ايه طيب شو سيستم بتذكرين حكينا عنا شوي قبل هنبلش شوي بيه الموتور دي سي موتور الموتور دي سي موتور السيمبل دي سي موتور عادة شو ترانسور فونكشن لالو هو فرست او دي سي جند او در متذكرين عملين نو مودلين نحن الموتور طيب بيكون ازا متذكرين الموتور هو جي او اس وان على او كي ازا بدنا نقول على وان بلاس طاو اس اوكي شوي هيدا عادة بيعطينا الاميجا او اس ديفايد بيو او اس يعني فيلوزتي هيدا عادة تاريما بيكون فرست او در سيستم معظم الحالات هلأ بيه ازا بدنا نعمل البوزيشن يعني نحط تتا او اس شو بيصير الترانسور فونكشن لالا مش اوميجا تتا الانجل شو بتطلع او ميجا دي او ميجا دريبة او ميجا دريبة تتا هي الانجل يعني شو بتصير طيب هيدا شو صار الطيب للسيستم طيب وان سيستم يعني عمليا الارور الالو الستاة ارور هيدا تكون طيب سفر اذا عم نشتغل بالكنترول المحطة نصدق ممكن نعويز مثلا مش بس نزيد او شى هاك بس انو عملية منا بحاجة نزيد لا انتجرال ولا نعمل كانت انا الارور بتروح لزيرو اذا ممكن نلاقي بلابيلنا الطموحاتنا just by using الروتلوك عنا نرسم الروتلوكس بنشوف اذا فيش فاليو للجين بتحقلنا الفاليوز اللي احنا بدنا اياهون اذا طلع في فاليو للجين فنبطل مضرور نكمل بهول طيب بس احيان كتير ما بتكفي الفاليو للجين يعني وان جين تكفيه لانا نتحكم بالسيستم عشان هيك حنروح على ديزاين في عنا الليت كومبونسيطر في عنا لاك كومبونسيطر هلا اذا اول تايب من الكنترول وفي نروح على اثر طيب بعدين طيب الليت كومبونسيطر شو هو هو الترانسفر فونكشن اللي قاله اللي هي عبارة عن كي سي اذا بدنا اس بلاس زي على اس بلاس بي يعني في عنده بول في عنده زيرو اوكي وعنده غين سمبلي على الليت كومبونسيطر معناته زيرو ليدز دا بول اوكي يعني الزيرو بيكون على الرايت او دا بول هو الدومينان بمعنى اذا بدنا نقول الدومينان اوكي ففيه كده بهيدا الفورم او بهيدا الفورم او بهيدا الفورم تلاباتكن تلاحيتهن ايكويفالنت مهم ازا كتابنا بهيدا الفورم بتكون الدي سي يوان عتي والبي سي يوان عالفتي فاذا اذا طلعنا من هوم بالليد كومبونسيطر الزيرو بيجي قبل البول اوكي فهيدي الاساس بموضوع الليت كومبونسيطر طيب هلا الليت كومبونسيطر عادتا بيستخدموه وانا نزيد زيرو بعدين بول فالفت لزيرو حييتفش على الشمال اوكي والتاني شغلي هي انكريز اسبيد انتر ويستعملوه لي نحسن للترانزينترسيطر بشكل أساسي. طيب كيف نعمل ديزاين لهذا اليد كونبو؟ يعني نحنا إذا جينا بدنا نحسن البرفورمانس في نعمل ديزاين لهذا الكنترولر. كيف نعمل ديزاين لهذا الكنترولر؟ فيه فور ميني ستابس تفولو. أول ستاب. ديترمين the desired location of the closed loop poles. هيدا من البيض. يعني ما قل لكم مثلا بدنا سيستم عنده overshoot هالأد عنده settling time هالأد عنده ما بعض هالأد بتطلعوا الزتة والأوميجا ان بتطلعوا مننا البولز صرنا معنا desired poles. هيدا منحددهم من البيض اللي بدنا إياه. step number two calculate the angle of deficiency. شو هي الانجل of deficiency يعني حنقول شغلة بالأساس إذا عنا يعني فينا نقول اوكي نحنا بدنا هالكلوز لوب فينا نرسم الروت لوكس منشوف الروت لوكس بيمرؤ 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 إذا بيمرؤ تمام. إذا ما بيمرؤ بلنا نروح لهون. فيه angle of deficiency هو الفرق بين 180 والأنجل للجي على البولز. هيدا بيسموه efficiency angle. يعني منحط الجي اوف اس. منحط محل اس. الفاليو للكلوز لوب بولز اللي احنا بدنا اياهن. اوكي. منشوف اداء بعيدة على الوان ايتي هيدا بيسموه efficiency angle. يعني اداء بعيدة عن real access عمليا. اوكي. منشو هيدا بيسموه efficiency angle. هلا step number 3 منطلع الكمبونسيطر بول وزيرو. اه ومضرو يهني منهم يونيك. ممكن يكون عندي كذا combination منهم. ففيرا نقول we choose one value of a zero. ومننا بنستنتج البول. هيدا ممكن تكون arbitrary او by pole compensation هلا بنحكي عنا. وبعدها بنعمل deduce the value of pc. وبعدها بنستنتج ال value of t و alpha. واخر شي من بنعمل ال gain. هيدا الفكر. طيب. هلا اي قصة هون geometry. بتريانجل هون هلا بنشتغله. هلا بالدزاين بيبين معنا اصبتكن شو بنعمل. طيب خلينا اعمل اي اخدها example. شوفوا ال concept. طيب اذا فطردوا في عندي هيك نوع من السيستم. given g of s equal 10 على s plus 1. design elite compensator. search z the closed loop system satisfies z to the ad omega l ad. طيب. اوكي. كي بدي بدي بلش إلنا step one. شو بده نعمل? دار من طلع على close desired closed loop poles. شون desired closed loop poles? كي بحسبون? اي شو ال value تايتهم هلا بنذكرون? عاوز ان البولز closed loop هنسميون هنه. minus sigma plus minus j omega n. minus z omega n plus minus j omega n radical 1 minus z square. هادي اللي هي ال omega d اذا بدك. طيب. طيب. طيب فهن نحسبو من z وال omega n. فالdesign closed loop poles انه هل. او هادي اللي هي minus sigma كمان ال real part. يعني minus sigma plus minus j omega d. فالسigma هي minus z omega n. والوميجا د هي omega n radical 1 minus z square. بيطلعوا معنا هول هنه اللي closed loop poles. desired. طيب. طيب لستابتو حسبو ال deficiency angle. منطبق الفورمال. فمنجي بالكالكوليتر. منحط هيدا البول. اوكي. ومنزدو هون بترانسور فونكشن. ten divided by ss plus one على البول. هلا انتو على الكالكوليتر اذا بدكن فيه ال complex numbers. فيكن تحطوا mode complex. واسهل شي حطوا بتكتبوا يعني اسهل شي اذا بدكن عمليا بالكالكوليتر. بتحطوا طلع معكم minus one point five plus مثلا j two point six. بتحطوا هيدا الرقم. هلا بالكالكويتر بحطوا i اكيد. اوكي. طيب. بتكتبوا بتحطوا A equal. اللي بيطلع بيصير بالانسور. بتحطوا ten divided by answer multiplied by answer plus one. بيطلع معكم الرقم. بتحطوا shift two. بيطلع لكم الانجل. بيطلع معكم الانجل. بيطلع على الات 14.9. اوكي. فاذا عمليا على الكالكوليتر دغري بيطلع لكم الانجل. مش مطلوب تحسبوها باية تكون وتحلوها على الاتيكلي وتطلعوا الريل بارت. مش مطلوب تحلوها. اوكي. على الكالكوليتر دغري بتطلع لكم يا. طب بيطلع معنا الانجل. الديفيشنسي انجل. هلا اذا حدا بيعرفش اللي شوي يستعملها يسأل رفاة وهو يسألنا مش مشكلة. هلا عندنا فيك تشتغل على مالينس. بيطلع معك انت ازا اخدنا اللي فوق. بيطلع معك فاي. بس هيدا الفاي لانفطلت. لو يطلع معك. هون بيطلع معك هيدا فاي. فانو عمليا بتشتغل معني كومبليكس فيه سيمتري. بتشتغل عيه واحد منه ما بيأس. لا هيدا الانجل اربعين بنعمل مئة وثمانين ناقص هيدا آآ هي هي نطلع مئة وثلاثين. هيا نعمل مئة وثمانين ناقص مئة وثلاثين. طلع فورتي. هيا ايه دي قلط ايه دي الصح فهيدا الدفيشنسي أنجل اوكي طيب هلا لستيب نمبر ثري we have to design the control لنطلع الفاليوز للبول والزيرو هلا فينا نقل زيرو متل ما بدنا واخورديني نقلق البول طيب هلا الفكرة الأساسية how to choose the zero الأفضل طريقة عادة شو ليش تراجعت لا صح لقلت مية بالمية أفضل طريقة أنه نحاول نشيل البول للدنوميناتر هيدا بيسموه zero pole cancellation هيدا الزيرو اللي بدنا نزيده يعمل cancellation للبول للنوميناتر ليش هيدا أفضل طريقة مجرد ما شدنا البول عفونا transfer function pole هون transfer function أساسية بيكون عمليا عم نشيل هاي pole وعم نحط pole محل ما بدنا يعني عم نقدر نتحكم بالسلسل بشكل أحسي إذا حطينا مثلا بvalue تانية على minus 2 مثلا اعطينا minus 2 هون ما بنعمل cancellation هيدا البول بيضالة بدنا نعمل ديزاين بس بصير عنا ال closed loop system هيصير third order مش second order هون بنكون بالorder أخف يعني second order بيضالة يعني إذا عملنا cancellation ورجعنا زدنا نحنا بالبول هيصير third order فعمليا أسهل بالشغل فمن نقل زيرو أفضل شيء نققي بشكل إذا منقدر نعمل cancellation للبول بيكون ممتاز فهيدا choice number one يكون نعمل cancellation طب منروح لهون منقول أوكي أنا بد الزيرو يكون minus 1 أوكي وال closed loop poles in the hall وال5 هو 40.9 ديجري ما تلوح السبتر فمنجي إلى هون على الرسمة ونطلع هيدا نرسم هيدا triangle فإذا deficiency angle هو هيدا الانجل اللي بد يكون بين البول والزيرو بشكل يخلي يعني يخليها نوصل لل closed loop اللي نحن بلنا إياه طيب فعمليا هو closed loop poles in the hall minus 1.5 plus 2.6 فهيدا أول closed loop pole وهيدا التاني فعمليا deficiency angle وال closed loop poles يعني إذا سمناه تحت هيعطينا هول values هون حيطلع يعني فيه symmetry حيطلع فعمليا نفس الشيء ففيها نشتغل على البول هيدا فعمليا هيدا deficiency angle وعننا هيدا triangle هون صار عنا البول عنا الزيرو بيبقى بدأ نحسب الvalue للبول فنفلنا الvalue للبول كيف نحسب نشتغلها فيها نستخدم trigonometric calculation جيمتري شوية calculation مع trigonometry إنو أنا عندي الزيرو هون الvalue يعني الـ 1 نقايتها أو حتى لو نقايتها غير الـ 1 وعندي هون البول هو هون لزاد وعندي هيدا الانجل هو فاي فبدأ أشتغل على حتى أحسب البيسي بول بأي طريقة بتكون إياها هلا أسهل طريقة تقولوا أزواتكم يعني إذا اشتغلنا بالتريجون امتري كيف نشتغلها مية بالمية إنو بعمل التتة هون هيدا التتة فيه يحسب تينجين تتة هي الأوميجا هون للأوميجا دي لهاي للكلوس لوب بول ديفايد باي السيجما سي يعني هيدا الـ value للريل part للبول من زي سي هيدا الـ هيدا absolute value عمنا يخذون يعني ناقص الـ values فهيدا الـ distance تينجين تتة زي هاي على هاي فينا نطلع تتة منا فينا نستنتج تتة بي لانو صار معي فاي صار مع تتة زي مطلع تتة بي هيدا تتة بي فيه يقول كمان تينجين هيدا الانجل هو هاي على هاي فهيدا هي شو هي الـ value للبول منس السيجما سي فبيطلع معي فيه طلع الـ distance للبول ومتما طلعت خلص صورة حليت فإذا فيها أقول تتة زي هي هاي بعدها نطلع تتة بي هي وان ايتي مينس فاي بلس تتة زي واخر شي البول بيطلع معنا باستخدام هيدا الفورملا هلا فينا نكتبهم كلهم بأكويشن وحدة يعني خاصة اللي عم يشتغل مثلا بوك اذا حدا عم يشتغل مطلاب عم يعمل ديزاين كذا فيه يكتبهم كلهم بفونكشن وحدة هول بتطلع دور البول او بنعملهم step وحدة فإذا هول هن واضحة هدا عنده مشكل هن هون شوي هي اذا باتكن فيكن تحطوها بطريقة لانه البول بنحنا الفونكشن بس اعطيناها هي هاك الفورم الكنترولر اعطيناها already z s plus z c على s plus pc هلاش اعطيناها هاك لانه شوي لما نشتغل بكرة بال frequency analysis بتمين معكم بالشابتر الجاي فالفكرة الاساسية هلا انه فيكن تحطوها s minus z ز 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 mats ز ز ز ز ز ز minis احسن ما نسحب 2.6 فعملياً عنا هول الـ values فإذا هون فيها أقول بكل بساطة tangent theta z هي قداش هي 0.5 فبيطلع مع theta z بيرجع بعدين لما أقول هون تطلع مع tangent theta p هي بتساوي كمان 2.6 divided by هيدا الـ value اللي هي فيها أقول minus pc أو pc absolute value إذا بتكون minus الـ value اللي هي هون 1.5 فيكن تحطوها هيك أو بتحطوها minus pc plus 1.5 فبتشتغلوا geometria عادية معنا أزلة فيكن تاخدوهم distance وتشتغل عليهم وتحشوا فكرتين مضي لا بقى انطلع ما فيها مرحلة تستعمد لا ما انت مش عادة تستعمد وعدين بتحسب pc هيدا هيدا الـ value بتطلع معك 1.5 بتطلع بتساوي هي 2.6 حتين جن theta p وبتطلع الـ pc ما طلعنا theta ترجعنا طلعنا يعني theta p بنطلعها من هيدا من الـ angle فهون انت بتحط بس pc بإيمتها بتصير 1.5 بلس هيدا الـ value يعني مش هوري مطلع بيطلع معي بيطلع معي absolute value ايش باني هون الـ process ايش باني فبيطلع معي هيدا هي الـ value اوكي فهي absolute value عكيد عم نحكي هون فبناخدها عن negative فهون إذا عملنا الكالكوليش يطلع معي theta p هي 3 الـ pc هي 3 اوكي هي 3 طيب طلعنا الزيرو والبول بابا نطلع الـ gain هلا في حل من حلان ونطلع الـ gain شو إنا هلا مثلا هون example إذا طلعنا zc-2 بيطلع معي p c e 4.2 فيكم نجربوه يعني اذا بدكم ماشي طيب انه مضرور نقل لنا الـ pole 0 على الـ 1 بس انه أفضل شي نقل الـ 1 نعمل cancellation للـ pole هناك طيب اوكي واضح لهون حدا عنده مشكل شو كل شي تمام طيب شو هلا بنا نطلع بعد الـ gain نحنا قلنا الـ controller عبارة في عنا K S plus Zc و S plus Pc طلعنا 0 طلعنا الـ pole بابا نطلع الـ gain كيف بابا نطلع الـ gain بـ one of two approach أول وحدة analytical منحلها او منروح على الـ root locus منشوف شو الـ value الـ gain اللي بتمرق الـ controller بهول الـ poles اللي بدنا اياه حي الله واحدة من اثنان هلا فينا نروح اذا بدكم analytical منحلها بهالشكل منحل الـ value بشكل الـ controller الـ gain للـ controller multiplied by G على الـ closed loop polycon 1 ولاش هيد الـ value 1 1 plus K J مية بالمية يعني نروحنا على الـ characteristics اللي هي 1 plus K J أو plus الـ controller كله اللي هو فيه بقلبه K وكذا G of S equal zero بتطلع الـ characteristics equation فنحنا قالنا الـ G C of S multiplied by G of S ما تنسوا هي مينس 1 فقالنا هيد الـ value كـ gain بتصير 1 وكـ phase بتصير 180 degree وعشان هيك بتلاحظوا على طول بالـ phase هون يعني الـ gain هيكون 1 فنحنا محل ما بدنا محل ما يعني الـ roots هول السولوشن هيد الـ equation هن الـ closed loop polycon هن الـ closed loop polycon طيب اذا هول السولوشن الـ closed loop polycon فاذا عمليا انا شو عندي عندي هول الـ closed loop polycon فاذا عمليا لازم تكون الـ equation satisfy انه الماجنب تتلاقي له هو 1 والـ phase هو 180 ومن هون بيبين مانع طول انه ليش هيد الـ 180 degree اللي بدلا تبين بالـ angle كل ما نحط angle 180 degree وكل ما نحط الـ phase الـ game بده يكون 1 فاذا بدنا نحسب الـ gain انا صار معي الـ controller هو هيدا الجي سي كله بدي اضربه بالـ G اللي انا معيها بدي يطلع الـ gain equal 1 على الـ closed loop polycon فبيحسب الـ gain اللي بيخليه الـ pause يكون 0 فاذا الـ controller هو بكل بساطة K على هون اذا بدكن S plus 1 على S هلا نحنا هون حسبناه بالـ form alpha وT بس مش مشكلة انه K S plus 1 على S plus 3 بختزل S plus 1 و S plus 1 هون بصير عندي هون 10 على S S plus 3 كل هاي بحط وبرجع بقول هيدا بيتكون 1 فبطلع الـ K لبره الـ K gain ما لازم تكون complex لازم تكون positive فبطلع الـ K لبره وبقول K بتساوي الماغنتد يعني K ضرب هيدا الماغنتد بساوي 1 يعني K بتساوي الـ inverse لهاي عملياً فبحسب هاي اللي الـ inverse يعني تطلع على S S plus 3 على 10 هون وبحط محل S هيدا الـ value وبحسب لها الـ gain يفترض تطلع أصلا هي real يعني فهيا تطلع هاك الـ gain للـ S S plus 3 على 10 وبحط محل S minus 1.5 plus J 2.0 هلا هيدا اذا حسبناها مفروض تطلع على real او ممكن تطلع الـ imaginary ليش لانه هول الـ values مش اخدينهم exact بس ممكن تطلع شوي فبعمل لها ماغنتد يعني تطلع 0.9 plus مثلا شي رقم J كتير صغير ممكن تطلع هي بعمل لها ماغنتد تطلع معي 0.9 فإذا باخد الماغنتد لهاي تطلع معي K وبصير الـ controller هو هيدا وهيدا الـ controller اذا عملناه مفروض نقطع بالـ pause اللي بدنا اياه هون على الـ gain اللي بدنا اياه سؤال حلو نحن لانه يمكن ما حكيناها قبل فالرسمة الـ closed loop عنا عطول حتكون بهيدا الشكل هون الـ g of s هيدا الـ g c of s هيدا الـ g c of s شو ما كان الـ controller وهون في عنا الـ comparator فانا لما اعمل الـ implementation هم اعمل هون عطول شو ما كان الـ controller يعني هيدا هي الـ error وهيدا الـ u الـ input للـ system الـ control هي الـ u اللي بسوي وهيدا الـ y الـ output وهون عنده الـ reference فالعطول انا الـ reference هي الـ desired value الـ y هي الـ output الـ epsilon هي r-y اوكي عطول ايضا والـ u هي الـ output للـ controller هي الـ input للـ system فانا الـ controller عطول هون هيجي whatever the controller is يعني سواء كان lead lag PID شو ما كان هون هيجي الـ control اوكي عطول الـ block diagram للـ controller احكينا قبل من زمان كان لازم نذكر فيها هون اوكي هون اسمه lead 0 قبل الـ pull lag شو بدي يكون 0 بعد الـ pull ويبدي وليد lag مع بعض اطبع لا مش هي بكون في عنده part بكون في عبارة عن 2- control واحد lead وواحد lag نضربهم ببعضهم نحطوا اتنين in cascade طيب مش فهي دا اول gain اذا بدنا نشتغل على zc هي minus 2 مثلا انا فطرد هيطلع معي لترونسور فونكشن هي هيديك اوكي طيب لا احنا فينا نكتب الفورم لما اعطينا الفورم لا قبل اهي اوه لما اعطينا الفورم لا هون هلا الـ controller الـ controller ممكن ينكتب هو يعني lead compensator ممكن ينكتب بكذا فورم ممكن ينكتب بهيدا الفورم او بهيدا الفورم او بهيدا الفورم او بهيدا الفورم كلهم نفس الفورم يعني هوني نكون عملنا t و alpha parameters اذا بدنا او ينكتب يعني فيه حسب فيه ناس بيكتبوه هاك هلا اسهل فورم وهيدا بعطيك zero و بول هلا هوني شوية الى علاقة لما نشتغل بالـ frequency domain انو نحسب هلا بكرا بنحكي عنا انو هيدا الفورم بريحنا شوية اكتر اوكي حصل بس انو عادتا اي قشير حنحصل على فورم بايدا الشكل فكلهم هوني يعني انت اذا عندك z c equal 1 يعني t equal 1 هون و pc equal 3 يعني 1 over alpha t بتسوي 3 فالالفا بتكون هي 1 over 3 لاني تكون اصغر من 1 فانو عمليا فيك تلاقي equivalence بس انو عمليا احنا اذا طلع معنا هيدا الفورم بتكتعمل الـ gain لهيدا multiplied by g equal 1 هلا هونيك الفورمولا لانو هوني كنا حطينا بعيدا الشكل اخدينا من الكتاب متل ما هي بعيدا الشكل فانو عمليا هي عمليا دي بشي اكتر من k z plus c على z plus c طيب واضحت يعني كان فيها نحطة هون بدلا ما نحطها هايك دورة بنحط كي هون كي بيعمليا s plus 1 على s plus 3 اللي طلعت معنا بدروبة بتاني على s plus 1 بنطير الـ s plus 1 بس انا عندي كي ملتبلاي بتاني على s plus 3 هيدا 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 الجي سي جي هيدا اذا بدي فيه يرسمنا الـ root locus اذا بدي طلع الـ k بتكون هيدا بتساو 1 على هيدا الـ pole اللي انا بدي اياه وبحسب الـ k فباخد هيدا فالk بتكون هي الـ inverse لهي وبحسب عطول مش مطلوب منكم تحسبوها انا تكليب ايدكم على الـ calculator بتحلوها بيطلع معكم ما حدا يطلع بدي يحلل اياه الـ complex طيب خلينا نشوف الـ effect لهاي لهاي الـ compensator using root locus طيب خلينا شوي نحاول نرسمها بايدنا للـ root locus نرجع نفرجيكم رسمة المطلب طيب اذا بس ارجعنا لهون فاذا انا طلع معي طيب فاذا انا الـ gc of s اذا ما حينا شوي هوني خليكم نشوفها عطا خنروح لهونيك طيب للـ gc of s انا عندي اياه شويه طلعت 0.9 هرا شيلوا الـ k حطوا k هون s plus 1 على s plus 3 والـ g of s هي 10 divided by s s plus 1 طيب اجينا ضربنا الـ gc multiplied by g of s تطلع هي k اا 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 10 على s s plus 3 على الـ 10 مضرور ان هي يعني فينا ندخله بالـ k خلصة فاذا ما نرسم الـ root locus لهيدا كيف هو كيف تطلع الـ root locus فإذا في عنا زيرو ومينس ثري وهو الطول باكو في عندو اثنين اسمتوات على بلس ننتي ومينس ننتي ويطلعوا وذي انترسكت فيكم نشوفوها على بوينت مينس 1.5 بالنص فالاسمتوات يطلعوا هاك هور هنالاسمتوات بلس ننتي ومينس ننتي طيب كيف تطلع الرسمي برايكم اي شعفة من الروت لوكوس هي من الريل الاكسس هي من البلوت منروح منهم منقرب مش هاي لما نوصل لهان بيناتهم فإذا هاي دي جزء من الروت لوكوس فإذا كيف رسمت الروت لوكوس بها تطلع تجي هاك تجي هاك تطلع هاك وتنسل هاك خلص ففيه بول بيطلع بيطلع هاك لانفينت فيه بول بينزل وبينزل هاك فلاحظوا هون انت احنا البول اللي كان بدنا اياه هنه هاي مينس 1.5 بلاس مينس جي 2.6 فهيا مينس 1.5 فينا نلاقيه ها هاي دي تمرو بالvalue اللي عنا اياه هول ال Apohs اللي بدنا اياه هول هون ال Apohs اللي بدنا اياه الهون فيكم تحسبوا الـ breakaway point هيا هون بيطلعوا عنا على الـ 1.5 تطلع بالنص يعني حدا كان سيئلني مبالع قسط النص بالنص هون بتطلع بالنص هي مضرورة تكون عطول بالنص حسب الـ function بس هم بتطلع بالنص فإذا عطول حيالله رسمي بيكون في عندي 2-poles بها الشكل S و S plus شي تطلع رسمة الـ root local sel فعمليا هادي هي الرسمة وبتمرق بال-poles إحنا بدنا إياهون على certain value of gain فيها نحسب value of gain إذا بدنا لهم عطول إذا معنا ال-poles بنحسب value of gain نروح على الـ characteristic equation يعني أنا إذا معي ال-poles بغض النظر معي رسمة root locus بدي أحسب الـ gain في روح دوري على root الـ characteristic equation وبحسب الـ gain يعني صار الـ gain الـ gs كلهم بالـ series إذا ما نرسم block diagram انت عم تقول بنا نطلع الـ gain هي مش قصة هي عطا بالـ control بكرة حارثتونيكم الرسمة بالـ controller في عنا طريقتين لعملوا implementation يا أما الـ analog يعني electronic circuit اتسترا يا أما الـ digital الـ digital هنشوفه من سنة الجاي بالـ automatic بنحكي عنهم بالتفصيل بنكتبهم كـ code مثلا Arduino أو Microcontroller الـ analog هنعطيكم هلأ بوك يعني هنعطيكم lecture إن شاء الله بالأخير عن how to implement the controllers يعني كلهم العادي مش هتكون بتكون أسئلة بتفرجيكم مثلا lead lag كيف الـ circuit الـ lead الـ circuit الـ lag الـ circuit الـ PID كيف بالـ electronics نقدر نعملوا implementation بالحقيقة يعني كيف هادي transfer function عمليا بتحولها لـ circuit بالـ analog بالـ digital بتصير بـ program تكتب code فالـ digital center جاي بناخدها إن شاء الله يعني بالـ automatic كدوم ناخد قصة digital بعطيكم كيف تكتبوها كـ code يعني من الـ transfer function اللي بتطلع معكم بتحولوها لـ code بس هلا الفكرة الأساسية اللي أنت عندك يا أنه أنت لما تعمل design للـ controller أوكي مثلا شو الـ game الـ game الـ game بالـ electronics كيف هي نحصل على game بالـ electronics أوتراف أنت لنَ أوتراف的是 UPP أصل طريق و أنك نعطي أوترافج هو بساوي minus RF over R1 Vn طيب فبقدر اعمل amplification او او بعمل non-amverting amplifier تطلع معي مثلا 1 plus RF over R1 Vn او بعمل inverting هون او بعمل non-amverting شو الفكرة الاساسية بغض النظر يعني انو شو عم اعمل انو انا بقدر مثلا احط variable resistor هون او variable resistor هون بكون عندي potentiometer بقدر غير الvalue تايته بصير بعمل tuning لل control اذا انتو بتلاحظو بك اذا بتطلعوا بالlab الاب ال control عارز عم تاخدوه هلأ والله انو في عندكن بالمشين فيه tuning اوكي في هول اللي بتبرموهن هولي potentiometer بيغيرو لك الvalue للresistor بتغير value للresistor بتغير value للgain بتصير انت عمليا كيف تغير value للgain بيعبر هذه تغيير resistor بكل بصل فبعمل tuning بيسموه للgain لحتى يزبط تزبط الvalue معا بس اذا عندي PID بكون عندي 3 بكرا نرسول لكم الرسمة بكون عندي 3 variable resistor و3 parameter station اللي هنه KP, KI و KD بنحكي عنا بكرا الحصة الجاي او اللي بعد اه 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 0.9 يعني اذا انت يطبق هيدا بتروحوا بتحسب الحسب بالcircuit تاع اللي بدي يعطيكم اياها بتروح بتحسب والcapacitors وكذا اللي بدون يعطوك value 0.9 بس 0.1 مش الكاي سيه مش هيدا خاص بس بالcontroller طب يعني على فهمت ان فيه controller اه يعني فيه اتنان كاي سيدا وكاي سيرو لا انه الكاي هيدا الكاي تاعت الcontroller اللي عم نعملها تيونيك مش للسيستم يعني هيدا الكاي اللي عم اسعل بدي حاول لما ارسم الroot لوكس عم اعتبر هيدا الكاي الكاي للكنترولر اللي انا بدي احسب قداش فبقول اوكي لما الكاي زيرو بتكون هون يعني في طرده حطينا الpotentiometer على R equal 0 بتكون هي هون البولز ولما كبر الكاي كل ما كبر الكاي هتمشي هيك اللي حيتغيروا البولز به هالشكل للسيستم بشكل انه على الvalue اللي هي 0.9 مفروض البولز يكونوا صاروا على هاي الvalue مفروض اوكي ففينا experimental يجربها حط الRF0 بلش كبر 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 بكون عامل انا parameter tuning اللي بكرا با belخب با شو ك في السوركت أنه بتخرجيكم عالالرنينج كبير الشكر كبيرج كبير الرنينج باو كبر l-RF0 اوكي فلاحد اتوصل على المالواج اوكي بكون انا عمت قرية الوف � تを بقدر تحدد انه الاكيد بيطلعش معي البول زيكي على الاوتبوت بس انه بقدر من الوفرشوت من الستلينج تايم اللي بيطلع مثل الاكزام تستدر تستنجو انه هون شو بيطلع معكم البول زيكي فهيدي هي الفكرة واضحيت هني بيكونوا ايه ايه بلشنا منهم بس جيت عاملكم شو لما رسمنا الروت لوكس للسستم اللي هو بعد ما عدلنا شو طلع بيمرق بالبولز اللي انا بدي اياه يعني انا اذا جيت اخدت السستم الاساسي اللي هو 10SS plus 1 رسمت له الروت لوكس فهيدي الكنترول هون هو هيدا s و minus 1 فهون عندي zero وعندي minus 1 فهنا البولز اللي بدي ايهن كانوا هون minus 1.5 لانه اوكي لهايدي قبل شوية هون فهون هون كانوا البولز انا بدي ايهن طيب الروت لوكس لهيدا الرسمة كمان نفس الشي اذا بنرسمها بتطلع هيك اوكي ايدي عز ماينيس 0.5 لانه اوكي هايدي بتطلع الروت لوكس فاذا انا اذا جيت طبقت بس وغيرت الجين ما احا ما حاقدر يمرق بيهول البولز مستحير فعدلت الكنترولر بشكل صار هاك صار يمرق بيهول البولز فانهول مظبوط انطلقت مننن وخلات الكنترولر بعد ما عدلت عليه عم متأكد انه عم يمرق بيهول البولز بس هولاني انا بدي ايهن فساد واضح اذا عندهم سؤال بعد طيب عمليا كل الكنترولر مشكله شوي بالكنترول انه لما نغرق بالترانسفر فانكشن وبالثيوري وبالكزا بيصير الواحد ما عم يفهم بالامبليمنتيشن شو عم بصير بس هي بالامبليمنتيشن في عنا طريقتان يا بنعملها سيركت متل الكلاسيكا الانالوج كنترول اللي عم بصير يا اما بناخد هي هادي الترانسفر فانكشن منحولها لديجيتال ومنحولها لكود اكتبها ككود وبكرا عملكم نفرجيكم كيف السيركت بيكون بالالكترونيكس ولو انه هلا معاش حدا عم يعمل الانالوج مش معاش حدا انه صار الاسهل والديجيتال هلا فبكرا بالديجيتال كنترول مناخد كيف منحول هايدي لديجيتال وشو منشتغل لحتى نطلع معا انه اسهلك بدل ما تقعد تعمل بي سي بي وتجرب وزبطت معك ترجع تعيد الدزاين وطلع معك غلط وتشيب قطع خلاص منحولها لكود اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة مطلع فيựcهم مصر لكو بيطلع هيدا هو روت لوكس ويداوت كومبونسيطر بيطلع هيدا روت لوكس بيطلع هيدا هنا الـ-1 هيدا 0 بيطلع هكرا روت لوكس بيطلع هيدا روت لوكس هل هيدا مور ستيبل من هيدا؟ هيدا مور ستيبل اذا بدك من رايح على الشمال اكتر وهيدا الاهم انه مرق بالدزايرت بولز اللي انا بدي ايهن هول الدزايرت بولز كانوا هون السيستم لحاله ما بيقدر يمرق اذا زدنا بس بروبورشي كونترول لما زدنا الليد كومبونسيطر صار يمرق بالدزايرت بولز طيب لحتى انحق البرفوميس اللي بدنا ايهن يعني انت عم تتحكم بـ بدرون مثلا اوك هيدا الدرون عم تصور طارع هايك وعم تصور انت بدك اصيييشن معينة يعني هلا بتروح تطلعوا بدرون مثلا بتلايو اللي بيعملوه اذا حدا منكم ما اعرف اذا حدا منكم كانوا قابل هون الطلاب في نادي يشتغلوا شوية بدرون بتلايو مثلا الطلاب بيعملوها بتصير ضلا تعمل هايك اصيييشن وتستر هكذا بتلايو مثلا هول اللي بتشترون بالسوق هول الدي جي اي او الفانتوم هول السرية بتاعت الدي جي ايه اللي بيستعملوه للتصوير بتلايوها بشكل مش طبيعي لانه كنترولر احسن بس فانت عمليا لما تكوني عم تعملي كنترول بتقولي بدي بدي ستلينج تايم عينة مسلا تطلع من هون لهون بظرف وقت معين طيب كيف بدي اعملها فبحط هول الاسبيسي فيكيشن الهن الوفرشوت والستلينج تايم وهالقصص الهن بيعطون الوفرشوت اللي علاقه بالاوسييشن والستلينج تايم بحط هول الكريتيرا هول الكريتيرا بطلع البولز فان ليش بدي البولز لانه بدي اشتغل بالبولز البولز بالسيستم بالحقيه اني مش موجودين يعني اللي بشوفه هو السيستم عم يعمل اصيييشن معم يعمل اصيييشن قدي سريع قدي بطيق هول اللي بشوفهم فهول الفاليوز اللي هن اوورشوت وكزا لما اخدنا السيجن اوضر سيستم حولناهم لليشن مع بولز لحتى اقدر اشتغل فيهم ماثماتيكلي بس عمليا اي الفكرة انه مطلع عم تحكي انه انا كيوزر اذا مشوف بالنسبة اللي البرفورمانس انه بشوف قدي سرعة السيارة قدي سرعة الشغلة قدي بده وقت لتوصل للفاليو اللي انا بدي اياها مثلا اذا عم تحكم بسيارة في هيدا الكروس كنترول بالسيارة كروس كنترول بتلاقيه اول ما اقدام كتير السيارة اول ما أبلشو يعملوه كان فيها حالة تحسوه عم بنتع اوكي اذا مشايفين سيارات شوي اقدام باقوة الكروس كنترول انه بتلاقيه لما بده يوصل شوي هاكي بتلاقيه السيارة بتحسو بيفرق بالسيارة او كيف عم تعطي بسرعة اكتر او كزا هيدا التنتيعم معنات الكنترول مش كتير ضابط هلا بالإشياء الجديدة صارت أحسن صارت تلاقيه سموث مثلا بتثبته السرعة إذا ماشي بتلاقيه بتثبته بتمشي بشكل مور سموث فأنت هايدي بتشوفيها كيوزر هايدي اليوزر اللي عاملين كنترول حاسبينه حتى يخففوا الوفسيييش مشتغلين هيك طيب فمنلاحظ أنه السيستم بيمرو بالدزاير بولز على الكي 0.9 بينما إذا أخدنا الروت لوكوس مثلا للوكوس لما هون إلنا ممكن ناخد 0.0.0 2.0 مش على 1 يعني السيستم منلاحظ أن الروت لوكوس بيطلع بها الشكل لأننا عام نحكي هون عن ثرد أوردر سيستم بس كمان بيمرو بالدزاير بول فالسيستم بيمرو بالدزاير بول بس لاحظوا كيف الروت لوكوس بيجي بيجي بهيدا الشكل بس هيدا هي رسمة الروت لوكس تطلع اي احسن هلا واضح انه هيدا احسن لنظرية لانتشوفه وعم بيخففلي الورد للسيستم فافضل نشتغل بهيدا الابروتش هون هيصير في عندي زيرو وبول هيصير في عندي عديشنل زيرو يعني هيصير عندي ثرد أورد سيستم فحيأسر شوي على البرفورمانس يعني أفضل نشتغل إذا طالما بنقدر نعمل نشتغل على زيرو بول طلع على الرسمي كم بول كم زيرو فرجيني طلعون كيف تنين بول عندك واحد اتنين ثلاثة بول وهيدا زيرو فعم تروح بالبول من هون لهون وانت تطلع من عدد لبرانش كم عدد كم برانش وهيدا الزرق برانش وهيدا الخضراء برانش ثلاثة برانش فهيدا أول بول عم بروح من هون للزيرو وعننا هيدا عم يطلع طلوع وهيدا عم بروح وبينسى ننزول فهور ثلاثة بول وان زيرو في ثرد أور سيستم بالاسمتوز طالعين على بس المهم انه عم يمرقوا بال بالدزيرو طيب هون بيمرقوا على هيدا اللي حسبنا فيها نتأكد منه على المطلب اذا طلعنا على الرسبونس للسيستم يعني عطينا انبوت وشفنا الرسبونس منلاحظ انه تطلع على الرسبونس السيستم without compensation هو هيدا الأخضر اللي كبير اذا عملنا compensation مع الcompensator 1 بيطلع الأحمر مع الcompensator 2 هو الأزرق فعمليا اذا بتطلعه واضح اي أحسن performance بين هون الأحمر عنده لأقل overshoot واضح اكيد هو قريب كتير للأزرق بس الأزرق عنده overshoot أكتر ليش؟ لأنه في عنده additional zero وadditional third pole اذا بتترجعه الاكواشنز انه صار third order system بطل pure second order فالcalculation للpoles ما انه اندائين مية بالمية لأنه حيتأثر بالadditional zero بينما الأحمر second order طلعهم بيطلع معي فهيدي هي بيطلع الرسبونس اذا بنتطلع على ramp response مش على step response يعني عطينا input ramp فهيدي هي reference ramp الزرقة منلاحظ انه الأخضر أو الأخضر اللي بدون control عم نحكي هكي بيكون response طائعه يعني system بس عطينا input هكي بيكون response طائعه فيه oscillation بعدين بيثبت إذا عطينا الأزرق والأحمر منلاحظ انه الأزرق والأحمر تنهياتهم حياملوا convergence بس الفكرة انه هون الأزرق بيعطينا error أصغر أكتر أقل من الأحمر بس مش أكتر يعني إذا قربنا الزوم هون تطلع معنا هادي هير طيب فبس هادي comparison بالperformance فأنت هادي اللي بتشوفيك كيوزر إذا عم تعملي measurement أدي بده وقت أدي oscillation أدي بس هادي mathematica العلاقة بالpoles العلاقة بكل هبق بس لكي أدي في oscillation لا يوصل يعني بيجي هاك بيجي هاك بيجي هاك لا يوصل للvalue اللي بدية ها هي الفكرة هون لأنه بstep لما عم نشتغل هون هيا type 1 system شي يعني الأرر للرف للstep شو بدها تكون 0 للرف للرamp 1 على KV والKV محسبة فإذن KV إلا علاقة بالpoles وبالzero اللي عم ناخدها لكونوا هون البول اللي أخدناه عنده value أكتر طالع 4 point كذا طلعت الكي في كماليا أكبر فبتطلع بتصغر الأرر يعني هون بتصغر الأرر مثلا الأزرق هون بيطلع كأرر أحسن من الأحمر بس هيدا كdynamic response و overshoot وكذا الأحمر أحسن أصلا نحن بالليد كومبونسيطور ما هلا بعد ما جبنا سير الثالث أرر طيب 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 حنروح على نعمل example تاني ناشي بهيدا الexample أقول design a lead compensator such that the closed loop system is a second order with a settling time وأ will overshoot 9% رجعين قاعدين بلوت بوث روت لوكوس وستاب رسبونس بوث كومبونسيتد وانكومبونسيتد هل انتبهوا للتسميات الكيورز هوا المهمين لانه احيان بالامتحام نحنا بنحطهم بس تلاحظ فيه طلاب ممكن ما يبين معهم لما اقول كومبونسيتد شو يعني؟ يعني مع الكومبونسيتد الكنترولر يعني بعد ما حط الجي سي لما اقول انكومبونسيتد يعني بدون الجي سي يعني بكون عم يحكي لما احكي روت لوكوس يعني بكون عم يرسم روت لوكوس بس للجي بينما بالكومبونسيتد بكون عم يرسم روت لوكوس للكاي جي سي مالتبلايد بجي فانتبهوا بس للكيورز يعني طيب فهيدا هو السيستم طيب هلا ديزايد كلوزلو بعطيكم ساتلينك تايم عطيكم أوفرشوت من أوفرشوت منطلع زتا ومن رجعه منطلع السيجما والأوميجا والستلا بيطلع معي ديزايد كلوزلو باني السيجما بتطلع ثري والأوميجا فور هول نفس الفاليوز ل بالشابتر فور سلايز بالشابتر اي فبيطلعوا الكلوزلو باني ماينس 3 بلاس ماينس فور جي اكي طيب بنروح بنحسب بنرجع شو إلنا الانجلوف ديفيشنسي فالانجلوف ديفيشنسي c 18-Gc كذا بنحط الpoel بنحط transfer function بنحط البول بإميتهم بنعمل الأنجل تطلع هيدا الvalue هيا عباره على الكالكولاتر 0.2 والأنجل مينس 90 تطلع على الكالكولاتر فأنا نقول 180-90 يعني مينس 270 فهيدا الالديفيشنسي انجل طيب نرجع من قول شو بنعمل شو بنقل البول هون اوكي طيب خلينا نطلع شو برا يكون اي البول هون فينا نعمل كمبونسيش انا توب بول انا ماينس فايف وماينس وان شو خاص هيدا يعني انا ما في عندي مشكل بالcontroller انه اخذ يكون الزي سي هوني تكون الديزاير بول يكونوا على المينس 3 مثلا والزيرو يكونوا ما في مشكل انا بهمني الريليشن بين الزيرو والبول يعني عدية زيرو قبل البول بس البول للcontroller يعني الزيرو قبل البول للcontroller مش قبل البول للsystem طيب بلا شو بيفرو شو افضل النقى افضل لتنقى فينس وان ليش لانه هيدا اقرب على اليمين يعني المينس فايف اسرع من المينس وان فانا ازا بدي شير البول بشير الابطأ حتتسرع السيستم فكلما شير البول الابطأ او الاقرب للنستابلية ازا بتكون هيدا المينس فايف ومور ستيبل يعني ما اطلع على على الاكس اوك هيدا الاكس هو هون عندي الـ-1 وهون عندي الـ-5 الـ-5 ابعد من الـ هيدا 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 بعد الرسمة اكتر وكلما روحت لهون هيدا اسرع فانا بروح على الـ الـ الاسرع فبحاول اعمل الـ للابطأ اللي عم ببطأ للسيستم لانه البول بالنهية هو بحر بأسس على السيستم فبشير الابطأ بخلي الاسرع فافضل شير عطول الـ عطول لما دعم الـ بعمل للابطأ طيب السؤال ليش قبل شوية كان عندي S و S بلاس تام لم يقفعり معمل للأس زيرو زيرو اه شو المشكل عشان يا عشان PC لا بخص عشان الطايب لا لا يعني عندي الطايب بلاس سيستم لا بتسي طايب لم those tonight اوكي من عندي طايب بتسي طايب وon زي ابطت الطايب يقوم عم زيد المخل فانا كرمال الطايب للس س ara هيدة طيب فلما يكون عندي أس ما بشيله طيب فمنحسب الديفيشنسي أنجل منحسب الزاتسي من اللعبة نحسب البيسي كتريجونومتريك ريليشن اوكي فإذا ما كنت عملوها على السريع فيها نعملها ومنحسب الجين وكلها القصص يعني بس هم يعطيكم الفاليو طيب طيب فمش الحال اوكي فإذا ما نحسب البولز بول على السريع وبذرسم الرسمة عند الديزاير بولز إذا قدنا مينس 1 مينس 2 مينس 3 هني هون على مينس 3 بلاس مينس إلينا جي فور فهي هون البول وهون هاي جي فور هون هن البولز اللي أنا عندي إياهون اللي زيرونا أيني على المينس 1 هون هيدا زيرو نحن على أينيه وبدا نحسب البول هل رحنا الانجل أو ديفيشنسي طولها معنا بدنا مينس 2 سيمنتي أو ناينتي يعني عملية مينس 2 سيمنتي أو ناينتي يعني عملية مينس 2 سيمنتي أوكي ماشي وبدا نحسب البول فش كيف هنحسب البول إلا ففينا هون نحكي بأنه هيدا هو ناينتي ديجري فينا نحسب هيدا تتا زي نسميه وهيدا تتا بي فالتانجل تتا زي بتساوي فور أوفر ديستنس من هون لهون يتو تساوي تو فمنحسب التتا زي أوكي منرجع منقول التتا بي هي يعني بتطلع قدية بتطلع تتا زي بتطلع هي ناينتي لأنه هون هيدا ناينتي أورادي بتطلع ناينتي ماينس تتا زي بتطلع مع التتا بي برجع بقول هلأ الدستنس من هون لهون من البي سي لحد هيدا المينس اللي سري يعني هون فعندي هيدا الدستنس أوكي كلها سموها أزبط كندي إذا حدا ما أحبش كتير التسمية هي بتطلع عمليا بي إذا أخذناك عبسولود فاليو ماينس تري أوكي عبسولود فاليو هيدا سمينيها ماينس بي سي أوكي فبتطلع معنا هيدا بتساوي يعني التانجنت تطلع هي بتساوي عفوا على هيدا بتطلع بتساوي 3 4 ديفايد باي هيدا الدستنس كلها اللي هي ما وادية زبط كن اللي هي بي سي ماينس 3 فبطلع بستنتج منها أنه بي سي ماينس 3 بتطلع بتساوي 4 ديفايد باي تينجنت تتا بي واللي هي بتطلع يعني البي سي بنستنتج منها أنه هي بتساوي 3 بلاس 4 over 10 تتا بي في كون زبا كون تحسبوها تطلع مع كون الفاليو واضح حسبوها زبط كنت ها حسبها 63 63 point 1 26 point 5 هتو بتصبط الأرقام حطي 4 البول على الماينس على الماينس طيب فطلع معنا هيدا هو البول إذا ما نرسم الروت لوكس هلا فيها نرسم الروت لوكس قبل الجين احنا خلينا نضوت ما زال ما طوع شوية ما داع هيدا ليش صوتنا الأدنى اوكي طيب هيدا طيب فإذا نحن السيستم كان عنا هي نسينا شو كان السيستم شو كان السيستم أس بلاس تري على هي أس بلاس تري على أس بلاس فايف أس بلاس م طيب عيدا السيستم والجي سي طلع معي أنا هو كي كي سي هلا فيها نحسبها أس بلاس ون ديفايد أس بلاس 11 طيب خليها نرسم الروت لوكس ها هي طلع الدفيشنس يانج بي كالكوليش على نايت شو هي هلا أنا لسمها لأي ناينتي زي بدك هي مش ناينتي هاك بلا تيجي ناينتي طولة شوي ها كيف ما بطلب أنا حسبت هنا أنجل بيكون ناينتي شو المشكل ها 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 يعني ها يعني ها لسمتها ها بس عمليا هي الانجل الفيشنس طلع معي هو ناينتي هيا لك هيا فا 180 ماينس ماينس طلع ماينس 270 يعني عمليا ناينتي طفت لها طيب طيب نرسم الروت لهاي كيف نرسمها طاعة نرسمو الأول شيء الان كومبونس سيسم هنبليش بالان كومبونس سيسم فإذا لدينا منس 1 هون إذا رحنا منس 2 3 4 5 ها 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 طيب إذا نرسمو شوية على السرية لدينا لدينا بول 1 0 لدينا لدينا اسم طوال منس 180 بتطلع ايهاي أوكي وتاني بول وحيروح هيك روت لوكس سهل وخفيف ونضيف هون أوكي ماشي طيب فبروحوا من البول على الزيرو ومن البول على المعني المعني سامفينت مروج مضروري بلروت لوكس بطلع الكي للمرة المليون منعنا عم نرسم بروت لوكس اتغيرت الكي من زيره لأمفينت اوكي فإذا بدي رسم روت لوكس مضرور الكي سي بطلع الكي بطلع الكي بس روت لوكس مضروري طيب أنا البول شو كانوا عندي هيني منس 3 بلاس منس 4 جي فإذا إذا أخذنا 1 2 3 4 هادي منس و هادي هادي البول هون هادي 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 البول أكيد هادي 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 فإذا ما بيمرو أبدا هادي البول واضح طيب لما غيرت الكونترول شو صار عندي الكونترول صار عندي GC multiplied هي بتساوي K S plus 3 divided by S plus 5 S plus 11 طيب فجينا رسمنا الرسمي على الرسمي أو قليها هون إذا جينا وعدلنا هادي بتطلع بين 6 minus 7 minus 8 minus 9 minus 11 هادي المنس 11 وعندي minus 5 إذا عندي 2 بوض أقرر بشكل ثاني هادي عن سمع واحد يحتم أضيحه طيب طيب فإذا لعنا إذا بلشنا هون منس 1 منس 1 منس 2 منس 3 منس 4 منس 5 منس 6 منس 7 طيب هادي منس 11 منس 7 ترجمة نانسي قبل 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 نانسي قبل ترجمة نانسي قبل نانسي قبل نانسي قبل نانسي قبل نانسي قبل مثل العادي نانسي قبل 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 نانسي قبل